ساكم الله بالخير من هم أكبار القبيلة ولا أكبار الجماعة اللي يستحقون أنهم يقدمون ويبجلون ويحتذى بهم هل هم اللي يشوفهم يسحبون بشوتهم في المحافل والاجتماعات ويدورون الكاميرات ولا عندهم شيء ولا أكبار الجماعة هم اللي يقضون الفتنة ويزرعون الحزازات وينبشون المنسي ويدفعون بواليد ما تذبحهم في الدم على مشاكلهم مبير ولا مسيل ولا كلمة يطلبها الهواء أكبار الجماعة ولا أكبار القبيلة هم أهل الفضل وهل الخير وهل السمت وهل العقل وهل الرأي اللي ما منهم إلا خير وما سعوا في بناية مستشفى ولا فتح مدارس ولا صلحهم بين خصوم ولا نفعل للمنطقة ولا رفعة للقبيلة ولا اللي يلا ضاعت الأرية وتعقدت الحبال وتناشبه والعقال لقيتها مركد الناس وكثرهم رزانة هذا لهم الكبار تلقى معهم معرفة وحكمة ويسايسون الأمور ولهم نظرات بعيدة ألمني واحد مرة بعد عن واحد من جماعاتهم بيا عن شراي يبيع يشري في الغنم جابينه وبين شريطي مشكلة في 500 ريال ذه شريطي شاير من خروف ومات وقال والله أنت دفع قيمت وقال والله ما دفع قيمت وطال الهرج وشان يوم ارتفعت أصواتهم إلا هالرجال هذا لها عم حكيم ومجرب جاء وقالوا بش السالفة عطوا السالفة قال كم خروفك قال بخمسمية قال ذا يا عمي والله ما تدفع قال والله لا تدفع عطاه خمسمية وراحة قال يا عمي أنت خايف منه قال لا والله خايف منك أنتم تو شوي وتلازمهم بالحلوب ثم تصوبهم لا تطعن ثم نروح نسوق الجاهيات من كل بديدة علشان يقبلهم بالصلح ثم نجمع المال من كل مكان علشان يصلحهم لا والله نحفظ وجيهنا وموالنا بخمسمائة ريال افتك من العيات بنصاف مالك ونعيّة العيات بالمال كله مثل هذولا هم اللي يجب أن نجلهم ونعرف قدرهم ونشيد بجهودهم ترى وهم موجودين نحسبهم عاديين وكلين يقوم مقامهم ولا غابة وما سدم سدم محد على قوة ذاقي الشاعر اللي يقول يا رب تبقين لأسيد الإمام يعاني أحمد حميد الدين يقول يا رب تبقين لأسيد الإمام سيف السيوف اللذي محد كماه أحمد اللي غاب وأخوانك كفاء ونغاب محد من أخوانك كفاء س albeit اشتري بس وقت